المراجعة العميقة لأنماط الحكامة واستنباط قواعد جديدة لإنجاح سياسات التنمية من أهم المخرجات التي توجت أشغال الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء الخميس كون مخطط عمل الحكومة يستمد مرجعيته من التزامات رئيس الجمهورية عبد المجيد تابون جعل توفير حياة كريمة للمواطنين على رأس هرم الأولويات السلطة الحاكمة أو الدولة لا بد عليها أن تفكر في تحقيق التوازن من خلال تنمية كثير من الولايات وكثير من المناطق التي هي في الحقيقة معزولة وبعيدة كل بعد عن اهتمام السلطة خاصة المنظومة السياسية السابقة التي كرست هذا التفاوت وكرست هذه العزلة وفشلت في ضبط منظومة سياسية واقتصادية متكاملة ولذلك فأعتقد بأن رئيس الجمهورية عندما يعبر عن هذا المطلب فهو في الحقيقة وفي للعهود التي قطعها على نفسه في الحملة الانتخابية التوزيع العدل والمتساوي للتنمية على مستوى الوطنية وتشجيع أرباب العمل القادرين على خلق مناصب الشغل بتحفيزات ضريبية تحثهم على المساهمة في امتصاص البطالة خاصة في المجال الفلاحية إجراءات أقرها مجلس الوزراء سعيا لتشجيع الحركية المقاولتية في الجنوب فك العزلة بطبيعة الحال سيؤدي إلى تحقيق كثير من المكاسب وعلى رأسها تحقيق الاستقرار بالنسبة للساكنة في مناطقهم وإرجاعهم إلى مناطقهم الأصلية وأعتقد بأن هذا المستفيد الأول منه هو القطاع الفلاحي والزراعي الذي نحن في حاجة مسا إليه وتخفيف الضغط على المدن وعلى المدن الكبرى التي أصبحت تعاجزة عن استيعاب الأعداد الهائلة من النزوح الريفي وأعتقد بأن هذا يؤدي إلى اضطرابات كبيرة في النسيج الاقتصادي والاجتماعي والثقافي التنمية هي عماد الاستقرار وركن ركين لترسيخ أسس الديمقراطية في أي بلد فلا أمن ولا استقرار ولا ديمقراطية بدون تنمية متوازنة تلامس احتياجات المواطن في المناطق النائية وبالأخص منها تلك الحدودية